بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة ان شاء الله هنبدأ حل الدرس الخامس الالكاينات الدرس ده 63 سؤال هنقسمه على جزئين او 3 اجزاء السؤال الاول بيقول لي يسمى المركب التالي بيه وجيب لمركب فيه ربطة سلاسية يبقى ده من عائلة الالكاينات نكتب المركب في البداية مكتوب عندي CH3 بعدين C بعدين ربطة سلاسية بعدين C بعدين CH2 بعدين CH2 بعدين CL كنا بنختار اطول سلسلة كربونية فيها ربطة سلاسية دي اطول سلسلة كربونية فيها ربطة سلاسية برقم السلسلة من الطرف الاقرب للربطة السلاسية لو جيت من عند اليمين هتيجي عند 3 لو جيت من عند الشمال هتيجي عند 2 يبقى 1 2 3 4 5 يسمى الفروع اولا عند فرع واحد عند رقم 5 اسمه كلورو يبقى انا عندي 5 كلورو بعدين الرابطة السلاسية بين 2 و 3 هكتب 2 2 بين 2 يبقى الإجابة الصحيحة هي جيم 5 كلورو 2 بين 2 السؤال رقم 2 طالب مني التسمية اختار اطول سلسلة كربونية فيها ربطة سلاسية دي اطول سلسلة كربونية فيها ربطة سلاسية ارقم من الطرف الاقرب للربطة السلاسية 1 2 3 4 5 اسمي الفروع اولا عندي فرعين عند رقم 4 يبقى 4 و 4 ثنائي ميثايل خلصت الفروع ادخل على السلسلة الرئيسية الرابط السلاسية بين 2 و 3 اكتب 2 واطول سلسلة 5 يبقى بنت يبقى بنتايل يبقى الإجابة الصحيحة هي دال 4 و 4 سنائي ميثايل 2 بين تايل السؤال رقم 3 جايب لمركب وعايزة سميه اكتبه الاول بشكل مظبوط CH3 CH طلع منها C2 H5 اللي هي CH2 CH3 بعدين عندي CH2 بعدين CH2 بعدين C بعدين ربطة سلاسية بعدين CH اختار اطول سلسلة كربونية فيها ربطة سلاسية دي اطول سلسلة كربونية فيها ربطة سلاسية ارقم من الطرف الاقرب للربطة السلاسية 1 2 3 4 5 6 7 عندي فرعة واحد عند رقم خمسة اسمه ميثايل يبقى خمسة ميثايل والربطة السلاسية والربطة السلاسية بين واحد واثنين اكتب واحد واطول سلسلة سبعة تبقى هبتاين يبقى الاجابة الصحيحة هي باء السؤال رقم اربعة طالب مني تسمية المركب ده اختار اطول سلسلة كربونية دي اطول سلسلة كربونية فيها ربطة سلاسية ارقم من الطرف الاقرب للربطة السلاسية لو جيت من عند اليمينة تيجي عند تلاتة ولو جيت من عند الشمالة تيجي عند اتنين يبقى اجي من عند اليسار واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة عند فرعة واحد عند الزرة رقم خمسة اسمه فلورو يبقى خمسة فلورو بعدين الرابطة السلاسية بين اتنين وتلاتة هكتب اتنين خمسة يعني بنت تبقى بنتاين يبقى خمسة فلورو اتنين بنتاين يبقى الاجابة الصحيحة هي باء السؤال رقم 5 جايب لمركب وعايزنا سميه اختار اطول سلسلة كربونية فيها ربطة سلاسية اللي هي الستة كربون دول ارقمها من الطرف الاقرب للربطة السلاسية واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة عند فرع واحد عند رقم تلاتة اسمه اي ثايل لان فيه اتنين كربون يبقى عند تلاتة في فرع اسمه اي ثايل والربطة السلاسية بين واحد واثنين يبقى اكتب واحد واطول سلسلة ستة تبقى هيكساين يبقى ثلاثة اي ثايل واحد هيكساين يبقى الاجابة الصحيحة هي الف السؤال رقم 6 اختار اطول سلسلة كربونية فيها ربطة سلاسية ارقم السلسلة من الطرف الاقرب للربطة السلاسية لو جيت من عند اليمينة تيجي عند ثلاثة ولو جيت من عند اليسارة تيجي عند اتنين يبقى من اليسار واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة اسمي الفروع اولا عند فرعين واحد عند واحد والتاني عند رقم اربعة ده اسمه برومو وده اسمه ميثايل نيكتب ابجديا يبقى البرومو قبل الميثايل يبقى واحد برومو خلاص هي الاجابة وضحة اي ما فيش واحد برومو غير في الاجابة دال واحد برومو بعدين أربع ميثايل لان عندي ميثايل عند رقم اربعة والربط السلسية بين 2 و 3 أكتب 2 و 5 يعني بنت تبقى بنتين يبقى 1 بروم 4 ميثايل 2 بنتين السؤال رقم 7 بيقول ما هي التسمية الصحيحة للمركب التالي تبعا لنظام الأيوباك أختار أطول سلسلة كربونية دي أطول سلسلة كربونية أرقم من الطرف الأقرب للربط السلسية 1 2 3 4 5 أسمي الفروع أولا عند فرعين عند رقم 1 يبقى 1 و 1 ثنائي برومو خلصنا الفروع ألاقي الرابط السلسية بين 2 و 3 يبقى 2 وأطول سلسلة 5 تبقى بين 2 يبقى الإجابة الصحيحة هي جيم السؤال رقم 8 نكتب المركب ده لأن فيه C2H5 يبقى لازم نفككها عشان نعرف نكتبه صح ونعرف نسميه صح يبقى CH3 بعدين C بعدين CH3 بعدين هنا CH2 CH3 بعدين C ربطة سلسية C بعدين CH3 أختار أطول سلسلة كربونية فيها ربطة سلسية دي أطول سلسلة كربونية فيها ربطة سلسية أرقم من الطرف الأقرب للربطة السلسية لو جت من عند اليمينة تجي عند 2 1 2 3 4 5 6 عند فرعين عند رقم 4 لتنين اسمهم إيه؟ اسمهم ميثايل يبقى 4 و 4 ثنائي ميثايل كده خلصنا الفروع اللي موجودة عند رقم 4 السلسلة الرئيسية هتلاقي عندك الرابطة السلسية بين 2 و 3 يبقى أكتب 2 وأطول سلسلة 6 تبقى هيكسايل يبقى 4 و 4 ثنائي ميثايل 2 هيكسايل يبقى الإجابة الصحيحة هي ألف السؤال رقم 9 بيقول لي التسمية الصحيحة لمركب 3 إيثايل 3 بروم 3 برو بايل 1 برو باين تبعا لنظام الأيوباك هي طيب إحنا الأول بنقدع لقد دعاله ونكتب المركب بعدين نسميه إحنا بنبدأ من اليسار لليمين كده برو باين ده السلسلة المفروضة الرئيسية بالنسبة له برو بيعني كم كربونة 3 كربون آين يعني فيه ربطة سلسية وهنا ربطة بيقول لي عند الزرر رقم 3 ده الزرر رقم 3 عليها فرع اسمه إيثايل اللي هو CH2 CH3 وعليها فرع اسمه برومو أو بي آر وقال لي عليها فرع اسمه برو بايل برو بايل يعني CH3 CH2 CH2 كده أنا كتبت المركب اللي هو بيقول عليه هلاقي الكربونة دي كاملة ودي كاملة والكربونة الأولى محتاجة H نسميه إحنا المركب بقى نختار أطول سلسلة كربونية فيها ربطة سلسية أرقم السلسلة من الطرف الأقرب للربطة السلسية 1 2 3 4 5 6 أسمي الفروع أولا عندي فرعين عند رقم 3 عندي 3 برومو وعندي 3 إي فايل طبعا بكتب الفروع أبجاديا خلصت الفروع الربطة السلسية بين 1 و2 أكتب 1 وأطول سلسلة 6 تبقى هيكساين ودور على الاسم ده 3 برومو 3 إي فايل 1 هيكساين يبقى الإجابة الصحيحة هي دال السؤال رقم 10 التسمية الصحيحة لمركب 2 إي فايل 3 بنتين تعال نكتبه كده بنتي يعني 5 1 2 3 4 5 هو بقول 3 بنتين يعني بين رقم 3 و4 يعني الربطة السلسية هنا وبيقول لي عند الزرة رقم 2 دي رقم 2 في فرع اسمه إي فايل اللي هو CH2 CH3 أكمل دي نايسها 3 إتش ودي نايسها إتش واحدة دي كاملة ودي كاملة ودي إتش ثري أختار أطول سلسلة كربونية فيها ربطة سلسية دي أطول سلسلة كربونية أرقم السلسلة من الطرف الأقرب للربطة السلسية أنا عندي 1 2 3 4 5 6 ده الطرف الأقرب للربطة السلسية عند فرع واحد عند رقم 4 يبقى 4 الفرع ده اسمه مي فايل والربطة السلسية بين 2 و3 هكتب 2 وأطول سلسلة 6 تبقى هيكساين يبقى الإجابة الصحيحة هي جيم السؤال رقم 11 بيقول لي أي الأسماء الآتية صحيح تبعا لنظام الأيوباك طيب قبل ما نحل السؤال ده المفروض أن أنت بتجرب وتكتب وتشوفهم سمي صح ولا غلط عايز أقول لك معلومة مهمة جدا ما ينفعش فرع عند الكربنتين اللي فيهم ربطة سلسية ما ينفعش فرع كربون ممكن كلور ممكن مثلا بروم ممكن يود ودي برضو في حالة واحدة لو كان بين 1 و 2 أما عموما ما ينفعش فرع كربون على الربطة السلسية لأن الربطة السلسية من اسمها سلسية يعني هي مرتبطة ب3 روابط يعني لها يسار أو يمين تاني فخلاص هي كده اكتملك ما عادش فاقة اتشات أصلا الحل الوحيد أن يبقى فاقة اتش واحدة بس أن هي تكون رقم واحد وساعتها برضو ما ينفعش تحط فاقة كربون لأن كده تبقى أطول سلسلة غلط أنت تحط فاقة كلور أو بروم فمثلا تعال نشوف المثال اللي هو بقى مثلا اتنين ميفايل اتنين بيوتاين اتنين بيوتاين دي معناها أن الربطة السلسية بين رقم اتنين وثلاثة بين 2 و 3 ما ينفعش تحط فراع عند 2 ولا عند 3 تمام هو حط فراع عند 2 يبقى دي غلط غصي أنت تحط فراع هنا يبقى الكربون ارتبطت ب5 روابط تمام ولو حطت فراع هنا يبقى الكربون ارتبطت ب5 روابط لا ينفعش نفس الفكرة هنا بيقول لي واحد بيوتاين معناها أن لابطة السلسية معين الابطة السلسية بين 1 و 2 تمام لو جيت تحط كربون عند رقم 1 يبقى كده اطول سلسلة مش اربعة بقت خمسة. يبقى دي كمان غلط. يبقى مافيش اصلا كربون على الربطة السلاسية. واحد بنتين. دي معناها ان هي بين واحد وايتنين. ما ينفعش تحطلي فرع عند رقم اتنين. اصل هي المفروض مرتبطة كده. هتحط فرع عند اتنين ازاي? فرع عند اتنين دي معناها ان في ربطة خمسة. يبقى كده المركب اللي مكتوب صح ثلاثة ميثايل واحد بنتين. واحد بنتين يعني الربطة السلاسية بين واحد واثنين والفرع هنا عندي تلاتة بعيدة عنها مفيش مشكلة هتيجي تكتبه وتلاقي المركب سليم جدا تعاني اكتبه برضو بنتي يعني خمسة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة واحد بين طين يعني بين واحد واثنين وعند رقم تلاتة في فرع اسمه مي ثايل ده ناقصها اتش واحدة ودي اتش واحدة ودي اتش تو ودي اتش ثري لو جدت تسمي المركب ده اختار اطول سلسلة كربونية دي اطول سلسلة كربونية هنرقم من الطرف الاقرب للربطة السلاسية واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هنجي نسميه هنقول تلاتة مي ثايل اه بعدين واحد بين طاين لان الربطة السلاسية بين واحد وايه واثنين هتلاقي نفس الاسم اللي موجود فهو كده يبقى مسميه صح يبقى ما فيش فرعه كربون على الربطة السلاسية لازم تحط في دماك المعلومة دي السؤال رقم اتناشر بيقول لي احد التسميات الاتية خاطئة طبقا لنظام الايوباك ما هي اتنين مي ثايل واحد بروبين بروب يعني كم كربونة تلاتة كربون واحد بروبين يعني بين واحد واثنين في ربطة سنائية وعند الزرى رقم اتنين في فرع اسمه مي ثايل وهنا نايصها اتش تو ودي كاملة وده نايصها اتش ثري لما تيجي تسمي المركب ده باختار اطول سلسلة كربونية فيها ربطة سنائية برقم السلسلة دي من الطرف الاقرب للربطة السنائية واحد اتنين تلاتة بسمي الفروع اولا الفرع عند رقم اتنين يبقى اتنين مي ثايل الربطة السنائية بين واحد واثنين بكتب واحد يبقى واحد بروبين او مي ثايل بروبين على طول تنفع يبقى المركب ده مكتوب صح تعالى نشوف المركب اللي بعده واحد وواحد 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 رباعي مي ثايل مي ثان مي ثان يعني كربونة واحدة وبيقول لي متصل بيها اربع مي ثايل يبقى سي اتش ثري سي اتش ثري سي اتش ثري سي اتش ثري لما تيجي تسمي المركب ده هل هيبقى بالمنظر ده؟ لا طبعا هنختار أطول سلسلة كربونية اللي دي أرقم السلسلة من الطرف الأقرب للفرع لأنه ده أل كان أسمي الفروع أولا 2 و 2 ثنائي مي ثايل بروبان ليه أطول سلسلة يبقى ده التسمية الصحيحة يبقى الاسم ده اسم إيه؟ غلط يبقى الإجابة الصحيحة هي بقى هو بيقول لي مين اللي أحد التسميات دي غلط طبقا لنظام الإيه؟ الآيوباك السؤال رقم 13 جميع الأسماء المركبات الآتية غير صحيحة كل ده الغلط معادة واحد بس اللي صح طيب تعال نشوف 3 إيثايل 1 بيوتاين بيوتاين يعني 4 كربون وهنا ربطة سلسلة بين 1 و 2 وعند الزرر رقم 3 بيقول لي في فرع اسمه إيثايل اللي هو CH2 CH3 دينا إيثا إتش ودينا إيثا إتش ودينا إيثا إتش ثري تعالوا نختار أطول سلسلة كربونية أطول سلسلة كربونية 5 كربون هتبقى بين تاين يبقى كده كده الإسم ده غلط بس اتعلن إيه؟ نسميه يبقى هرقم من الطرف الأقرب للربطة السلسية 1 2 3 4 5 هيبقى عندي 3 مثيل بعدين 1 بنتين يبقى اسمه مختلف عن اللي هو كذبه يبقى الاسم ده غلط تعال عن اللي بعده 4 مثيل 3 بنتين بنتين يعني 5 1 2 3 4 5 3 بنتين معناها ان بين الثالثة والربعة في ربطة صنائية وعند الزرر رقم 4 في مثيل هو اللي قال لي كده تعالوا نكمل المركبات دي ده نقصها 3 وده نقصها 2 وده نقصها اتش ودي كاملة وده نقصها اتش 3 ده الكين اختار اطول سلسلة كربونية فيها ربطة صنائية ارقم من الطرف الاقرب للربطة الصنائية 1 2 3 4 5 الفرع اللي عندي عند رقم 2 تبقى 2 مثيل والربطة الصنائية بين 2 و 3 يبقى كتب 2 و 5 يعني بنت تبقى بنتين تمام نشوف اللي بعده يبقى ده كمان غلط الفرع عند رقم 2 تبقى 2 مثيل والربطة الصنائية ما بين 2 و 3 يبقى كتب 2 وأطول سلسلة خمسة تبقى بنتين تبقى 2 مثيل 2 ايه بنتين يبقى المركب ده مكتوب غلط نشوف اللي بعده 3 مثيل 4 بنتين 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 أوصلهم ببعض هو بيقول لي 4 بين 2 4 يعني بين الرابعة والخمسة يبقى هي هنا وعند الزرع رقم 3 في فرع اسمه مثيل نكمل دي ناقصها اتش دي كاملة دي ناقصها اتش دي ناقصها اتش تو و دي ناقصها اتش ثري اختار اطول سلسلة كربونية اخترت اطول سلسلة كربونية فيها ربطة سلاسية ارقم السلسلة من الطرف الاقرب للربطة السلاسية 1 2 3 4 5 عند فرع عند رقم 3 ثلاثة ثلاثة ميثايل والربطة السلاسية بين 1 و 2 اكتب 1 واطول سلسلة خمسة تبقى بين طاين يبقى الاسم ده كمان غلط يبقى اكيد الاجابة الصحيحة هي دال تعالوا نتأكد ثلاثة برومو واحد بيوتاين بيوتاين يعني عندي اربعة وواحد دي معناها ان الربطة السلاسية بين واحد واثنين وعند الزرع رقم 3 في برومو دي ناقصها اتش دي كاملة دي ناقصها اتش ودي ناقصها اتش ثري اختار اطول سلسلة كربونية فيها ربطة سلاسية ارقم السلسلة من الطرف الاقرب للربطة السلاسية واحد اتنين تلاتة اربعة وسمي الفروع اولا تلاتة برومو الربطة السلاسية بين واحد واثنين اكتب واحد اربعة يعني بيوت يبقى بيوتاين فعلا الاسم ده اسميه صحيح السؤال رقم اربعة اشر التسمية الصحيحة للمركب اتنين برومو تلاتة بيوتاين هي تعالوا نكتبه بيوت يعني اربعة واحد اتنين تلاتة اربعة تلاتة بيوتاين دي معناها ان الربطة السلاسية بين تلاتة واربعة يعني ما كانها هنا وعند الزر الرقم اتنين فيه برومو دي نا اسها اتش ودي كاملة ودنا اسها اتش ودنا اسها اتش ثري اسمي المركبانة بقى اختار اطول سلسلة كربونية فيها ربطة سلاسية ارقم السلسلة دي من الطرف الاقرب للربطة السلاسية واحد اتنين تلاتة اربعة اسمي الفروع اولا انا عندي هنا تلاتة برومو بعدين الربطة السلاسية بين واحد واثنين اكتب واحد واطول سلسلة اربعة تبقى بيوتاين يبقى تلاتة برومو واحد بيوتاين يبقى الاجابة الصحيحة هي بقى السؤال رقم خمستاشر بيقول لي الصيبة الجزائية للمركب خمسة كلورو اربعة واربعة ثنائي ميثايل اتنين بنتين المركب ده فيه كم كربونة ثنائي ميث وبنت يعني فيه سبعة كربون وهو الكاين يبقى المفروض يبقى سي سبعة اتش اضرف في اتنين ونقص اتنين يبقى سي سبعة اتش 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 بس هو شل اتش وحط مكانها كلورو تمام يبقى المركب ده صغته لو انت عايز تحلها بسرعة سي سبعة اتش 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 سي ال لان انا شلت اتش وحطيت مكانها سي ال يبقى الاجابة الصحيحة هي ده او طالب تاني يرسم المركب يكتب الصغة البنائية بتاعته ويعد الكربون والهايدروجين والايه والكلور السؤال رقم 16 الكاين به ست زرات كربون ولا يحتوي على مجموعات ميثيلين قد يكون بتجرب كل واحدة من دول وتشوف مين فيه اللي ما فيهوش ايه سي اتش ما هي مجموعة الميثيلين اللي هي سي اتش او طالب تاني يعمل ايه با يقول لي هو ما فيهوش ميثيلين وفيه ستة كربون يبقى الاول كده فيه ربطة سلاسية سي او سي اتش ودي كاملة هو الحد الوقت ما فيهوش اي ايه اي سي اتش لو انا حطيت سي هنا هيبقى سي اتش صح ولا لا فممكن الطالب يمعمل ايه يقوم يطلع منها فرع من هنا كده تبقى هنوسي اتش ثري ونوسي اتش ثري مثلا كده هو كتب كام كربونة كده كتب خمسة ويحط فرع انهو كمان تبقى ايه تبقى ستة اذا مركبه فيه ستة كربون والكاين وما فيهوش ولا مجموعة ميثيلين لو انت جيت تسمي المركب ده هنختار اطول سلسلة كربونية او ارقم السلسلة من الطرف الاقرب للربطة السلسية واحد اتنين تلاتة اربعة هتلاقي عندك فرعين عند رقم تلاتة يبقى تلاتة وتلاتة سنائي والربطة السلسية بين واحد واتنين هتكتب واحد واطول سلسلة اربعة تبقى بيوتين يبقى الاجابة جيم تمام ممكن تفكر فيها بالطريقة دي وممكن تكتب المركبات وتشوف مين اللي اللي فيه ستة كربون وما فيه مجموعات مثلين وانت اصلا تقدر تكنسل اجابات بسرعة يعني مثلا بروباين ده تلاتة كربون مش ستة الغي هنا ثنائي مثايل وبعدين هيكساين ده فيه تمانية كربون تمام يبقى الغي الواحد اللي يبقى فيه منافسة بينك بينه هو اربع مثيل واحد بنتين بس بس ده فيه مجموعات مثلين السؤال رقم سبعتاشر عايز ابسط الكاين يحتوي على تفرع يحتوي على كم هيدروجين طب نرسمه الاول وبعدين نبقى نشوف موضوع الهايدروجين ده الكاين يعني سي ربطة سلاسية سي دي سي اتش الكربون الاولى ماينفعش يحط عليها فروع كربون ولا الكربون التاني ينفع تحط عليها فروع اصلا تمام نجي للكربون التالت دي ممكن يجي عليها فرع اللي هو اي ثايل بس ساعتها هيكون اطول سلسلة خمسة كربون وما فيش فروع اصلا يبقى لازم احط سي هنا ولو حطيت سي هنا ساعتها اطول سلسلة كربون اللي هي خمسة اللي هي دي المستقيم ده ساعتها الاثايل هيبقى فرع او لو انت عايز تجيب التحت كده هيبقى برضو الاثايل اي فرع يبقى ده ابسط الكاين في الكيميا يكون فيه الاثايل فرع اللي هو يكون فيه سبعة كربون بس هو مش عايز غير الكربون لو عايز الهايدروجين لو انت عديت الهايدروجين اللي في المركب ده هتلاقي اتناشر هيدروجين يبقى الاجابة الصحيحة هي جيم تكمل المركب هتلاقي هنا ناقص اتش لو انت جيت تعد الاتش اللي موجود جوه المركب ده هتين س嘿 ممكن طالب تاني يقول طب هو خلاص بقى انا عرفت ان هو سي سبعة يبقى اطبع عليه القانون اضرب في اتنين ونقص اتنين يبقى سي سبعة اتش كام اتش اتنشر ده ربط في اتنين تبقى اربعتاشر نقص اتنين تبقى كام اتنشر السؤال رقم تمنتاشر بيقول لي ما هو عدد الروابط باي في عشرين جرام من البروباين البروباين ده الكاين اللي هو سي اتش ثري سي ربطة سلاسية هو الواحد جزيء او واحد جزيء بس من البروباين ده في كام ربطة باي في اتنين ربطة باي طيب انا لو عدرت اعرف عدد الجزئات في العشرين جرام هقدر اعرف هيبقى في كام ربطة باي. يعني عندي الجزيء الواحد انا عارف ان في اتنين ربطة باي بس انا ما عرفش العشرين جرام ده هم كام جزيء. تعالى نحسب كده عدد الجزيئات? عدد الجزيئات قلنا في الباب التاني اللي هو ان يو يساوي ان في ان اي اللي هو عدد المولات في عدد افو جادرو. عدد المولات مش معايا بس معاي كتلة. ممكن تشيل عدد المولات وتحط كتلة على كتلة مولية. في عدد افو جادرو. اللي هو ان اي. تعال نعوض كده. الックتلة عشرين جرام. والكتلة المولية للبروبين لو انت حسبتها تطلع أربعين في عدد أفو جادرو اللي هو ستة واثنين من مية فعشرة قس تلاتة وعشرين يبقى هيطلع معايا تلاتة وواحد من مية فعشرة قس تلاتة وعشرين جزيق يبقى العشرين جرام فيهم عدد الجزيقات ده روح اكتب بها عدد الجزيقات ده هنا اللي هو تلاتة وواحد من مية فعشرة قس تلاتة وعشرين جزيق يبقى كام ربطة باي اضرب بقى طرفين فواسطين ثلاثة وواحد من مية في اتنين على واحد هيطلع معاك ستة واثنين من مية في عشر قس تلاتة وعشرين ربطة ايه ربطة باي يبقى الاجابة الصحيحة هي بقى السؤال رقم تسعتاشر بيقول لي عدد الايزوميرات لمركب ميثايل بيوتين كم ايزوميرات؟ نكتبه الاول وبعدين نشوف عدد الايزوميرات بتاعته ميثايل بيوتين ده معنى انه ما كتبش ارقام يعني معناها انه ملهاشا لاحتمال واحد او ده بيوتين اربع كربون وفيهم ربطة سلاسية الميثايل قولنا ما ينفعش يتحط على رقم واحد ولا رقم اثنين اكيد ما ينفعش يتحط غير هنا يبقى ده الميثايل بيوتين كمل هنا اتش وهنا اتش ثري وهنا اتش ده الكاين فيه كم كربونة؟ خمسة فممكن طالب يقول لي انا اخليه مستقيم يعني هو جاب لك واحد منه ما هو ما تحسبوش احسب بقى الباقي هتخليه مستقيم ازاي قال لي يعني يبقى سي اتش ثري سي اتش تو سي اتش تو سي ربطة سلاسية سي اتش المركب ده اسمه واحد بين طاين ده ايزمر للي انا كتبته ده اللي هو الميثايل بيوتين اللي هو ده تمام ممكن طالب تاني يقول لي انا اخلى الربطة السلاسية بين اثنين وثلاتة بدل بين واحد واثنين تبقى بالمنظر ده سي اتش ثري سي اتش تو سي ربطة سلاسية سي بعدين سي اتش ثري ده اثنين بين طاين مفيش حل تاني غير كده هتعمل ايه ما عادش ينفع لتأثر ولا تفرع هو مالوش اللي فرع واحد اللي هو جايبه لك ده يبقى هو في الامتحان لو جيه قال لي سي خمسة اتش ثمانية يبقى ده الكاين له ثلاث ايزمرات الثلاثة اللي مكتوبين قدامك على الشاشة بس هو جاب واحد منهم يبقى له كم ايزمر له اثنين يبقى الاجابة الصحيحة هي جيم السؤال رقم 20 عدد المتشابهات الجزائية الالفاتية للمركب جايب لمركب هو اثنين بيوتاين طيب انا ماينفعش فرع ماينفعش اثر وفرع تمام الحل الوحيد ان انا انقل الربطة السلاسية اخليها بدل ما هي اثنين وثلاثة خليها واحد وايه واثنين يعني اخليه بالمنظر ده سي اتش ثري سي اتش تو سي ربطة سلاسية سي اتش وساعتها يبقى اسمه واحد بيوتاين تعرفش تعمل اي حاجة اكتر من كده تمام يبقى الاجابة الصحيحة هي الف اللي هي ايزومر واحد بس ده اللي اقدر اشكله الاثنين بيوتاين يبقى واحد بيوتاين لكن الفروعة زي المثال اللي فات كده تكون خمسة كربون عشان تبدأ تعمل فرع في الالكاين بس يكون فرع كربون يعني السؤال 21 اخر سؤال معنا النهاردة ونكمل بازن الله الفيديو اللي جاي بيقول لي انا عايز عدد متشاكلات الصيحة الجزائية التالية سي اربعة اتش خمسة بي ار اشوف اصلها ايه شيل البي ار وحط مكانها اتش هتلاقيها سي اربعة اتش ستة يعني اضرف في اتنين ونقص اتنين يبقى اصلها الكاين يبقى انا هشتغل على اساس ان المركب ده الكاين تعال نشوف ممكن يكون له كم ايزومر هو له اربع كربون الاربع كربون ممكن تكون الربطة السلسية بين واحد واثنين او اتنين وايه وتلاتة فممكن يحط البي ار على اول كربونة يا مستر ده انت قلت ما ينفعش نحط فراع الكربونة الاولى افراع كربون لكن ممكن بروم عادي التانية كده كده ما ينفعش تشيح حاجة اصلا هنا اتش تو وهنا اتش ثري اده ايزومر الايزومر ده اسمه ايه اسمه واحد برومو واحد بيو تاين جميل نشوف ايزومر تاني احط البروم عند رقم تلاتة يعني خلي المركب زي ما هو اهو سي وسي وهنا الربطة السلسية وحط البروم هنا هيطلع لك اسم جديد هنا اتش وهنا ناقصها اتش وهنا ناقصها اتش ثري هيبقى تلاتة برومو واحد بيو تاين اده اسم جديد بشكل جديد طالب يقول لي اخلي البروم عند رقم اربعة وزي ما هي الربطة السلسية واحد اتنين تلاتة اربعة تمام يبقى اخلي البروم هنا ودي ناقصها اتش ودي كاملة وده ناقصها اتش تو وده ناقصها اتش تو هتبقى اربعة برومو واحد بيو تاين او طالب تاني يقول لي يا ميستر انا اخلي اصلا المركب من الاساس الربطة السلسية بين اتنين وتلاتة يعني تبقى بالمنظر ده وهنا وحط مثلا البي ار هنا ساعتها بقى هيبقى المركب اسمه واحد برومو طب يا ميستر ما اول مركب كان واحد برومو ايوا واحد برومو اتنين بيو تاين كده يبقى لو كام ايزومر اربع ايزومرات هتلاقي في نموزج الاجابة كتبها تلاتة عدلها الى اربع ايزومرات تمام ما تقدرش تعمل اي احتمالات تانية غير كده اتمنى تكونوا فهمتن بالتوفيق والنجاح دايما ان شاء الله